اشتركوا في القناة وينسب المسجد الى بنيه عيسى بن شادان وقد رمم عدة مرات وتشير نقوش المحراب الى اعادة ترميم ارخت في السنة السابعة بعد المائة للهجرة وتؤكد نقوش المحراب على اسلوب تفردت به مساجد عمان التاريخية بحيث يشير المحراب الى جهة القلب بدون ان يكون زائدا على المساحة المربعة للمسجد وهو اسلوب يشي باتباع طريقة المساجد التي بنيت في العهد النبوي وفي فترة الخلافة الراشدة وقد استخدم المرممون مواد من البيئة العمانية اهمها الصاروج العماني او السلصار المطبوخ والنورة العمانية او الجبس ويمتاز المسجد بمحافظته على الكوات ومشاك السرج وأعمال الخشب الجميلة خاصة سدر السقف المزخرف كما ابقى المرممون فتحة السقف التي كان ينفذ منها المؤذن لرفع الاذان ويمكن مشاهدة السلم في زاوية المسجد الذي يرتقيه المؤذن للاذان يقع هذا المسجد في قلب حارة العقر او نزو القديمة وقد بني على ردم من الطين والحجارة حتى يحاذي ارتفاعه ارتفاع اغلب البنيان ولقد عمر مزيد الشواثنة عدد من العلماء الافاضل الذين درسوا فيه اصول الفقه والحديث واللغة منهم ابو عبدالله عثمان الاصم وابو علي الحسن بن سعيد واخوه ابو زكريا يحيى بن سعيد وابو علي بن احمد بن محمد بن عثمان العقي المزوي الذي اقام مدرسة الجليلين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة